اشتركوا في القناة محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى نعم بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله بيجن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بش أساس كتابنا شاه نباشر يا زاوس لكن يعني نريد من الجميع أن يشاركوا معنا يعني نسأل ويشاركوا معنا لأن العلم يعني يكون هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابه رضو الله عليهم حتى يعني يحفظ هذا العلم ويضبط و هذا من الأمور التي يعني يكون بها ضبط العلم ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابه رضوك لماذا اختارنا ان تكون هذه الدروس في التوحيد؟ يجب أن يكون سوالا بك لماذا نتوحيد عليك؟ لماذا لم تكن هذه الدروس في الفقه أو في النحو أو في الفرائض أو في علم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الفرنسية، أو في الكمبيوتر مثلا؟ لماذا كانت هذه الدروس في التوحيد؟ كما تسعى صورة تنية يعني لغات اي أمراس الالماعي اي أمراس الالماعي هل لا يعملون بالتوفيطة؟ من يعرف؟ من يعرف لماذا ندرس التوحيد حتى باللغة الأخرى لا يلزم انها باللغة العربية الذي يرفع إذاه لا الكل يشارك لماذا ندرس التوحيد؟ نعم تعرف على الله الله يلز تهيد لن تنموك استقرار الأمن والهداية والطمانين والحلاوة الإيمان أمنامانلığın sabit olması هدايتين sabit olması قلب راحتلين sabit olması حقاً هدايتا وإمانا لأزلتين يلز تهيد لن تنموك سبب للشفاة النبي همسين تهيد Peygamber صلى الله عليه وسلم شفاة الناس ثم لو يسألك ولدك المسلم سألتين لأسك لذا نقول لك أقول لك نعم طيب يقول لك ما هو هذا الاسلام الذي تدعي بين لي هذا الاسلام ما هو الاسلام سألتين لك يجب أن هذا الاسلام وإذا بيانت الاسلام وعرفت ما هو الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مسلم وإذا لم تعرف الإسلام هذا معناه عندما قال أنه مسلم يعني كان كذب في هذا وهذا شهادت زور إذا كان الإسلامı بيانا إلي بلسن Peygamber صلى الله عليه وسلم اصلاحه الإسلامı بيانا إليس الحمد لله حقا تفاقر مش olasın إذا كان إلي بيانا إليس bilmesen الإسلامı بيانا إليس إلي بيانا إليس إن دياندا يلانشا إليس أن مسلمان إليس أن الده 노دي يعني أنه لا يسمعنا إليس إن ديانا الشرك إليه إلي من أ시리 إلي أن نبي صلى الله عليه وسلم فإذا بينا الشرك بما بينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى أنه يعرف الشرك وبيذن الله لا يأتي أجل سننسل الشرك ببعشة صال الله عنه حرامي لدي شرك نهدي أجل بيان إلي بيسن ببعشة صال بيسن الحمد لله دمه لي سن شركين نهضم وإن شاء الله شركة تشميك وإذا لم يعرف الشرك وقال لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وانت لا تدري عنه إذا أهم الحلم وعجب الواجبات ووووال واجب عنه لكل عبد معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هذا هو السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لأن هناك من يحارب من يعلم الناس التوحيد ويتعلم التوحيد للماذا ندرس هذا المتن هناك كتب كثيرا مؤلف التوحيد لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب لماذا ندرس التوحيد على هذه الكتابات لماذا ندرس هذا الكتاب لماذا ندرس هذا الكتاب لماذا ندرس هذا الكتاب والطالب لابد يرجع للعلماء في طلب العلم ونزببوض كبير تلبلاري تلبة دا امشه إلم وليمن يولند كما قايت ماله دا الالم لرقايت ماله عالم لرقايت ماله هذا الأخ يريد أن يكون طبيب أسنان مثلا فماذا يصنع؟ يأخذ بعض الكتب ويأخذ بعض الأدوات ويفتح مكان ويكتب عليه طبيب أسنان هل يأتي أحد؟ لا يأتي أحد مثلا لقد أحدث قبات الأممم كنتيض بحق التحنسي يأتي أت RIESات لاних يصل مع殺هم يلق aldiments من حول التعوي يأتي عليهموا أن حصلمة على الكتاب تحنسي يهديرهم والمجمسين قضاء هذا الأول يصل هناك وشغل أ ven المبالي المستوى وشغل ناحونا يكون صوت الشغل و بعد 5 سنوات بعد 5 سنوات لابد من تخصص بعدها أجعل تكون الأجازة نعم أجل فقط اجل فقط اشتركوا في القناة 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 نعم لماذا ندرس التوحيد لا لا السؤال الثاني لماذا ندرس هذا المتنى المبارك المتنى وصول الثلاثة السؤال الثالث ثم سؤال السؤال الثالث المتنى لا لا تأخذ نعم السؤال الثالث ثم سؤال لماذا ندرس التوحيد 3 أساس مما يقولون كثيرا الخيارة الربع ماهي أثمر ماذا يحتيوه السوال انه يقولون ٥. rotation الموضوع الثاني ما هو محتوى هذا المتن على ماذا يحترق النعلقل كله الخامسة من يعد لهذه السر الأشرة الخامسة من يعد لهذه السر الأشرة الخامسة نعم من يعد لهذه السر الخامسة تستطيع نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني نعم لماذا ندرس هذا المتن المبارك المتن الثلاثة أصول السؤال الثالث السؤال السؤال قلنا ما أحد يتكلم ما هي الأصول الثلاثة باختصار قلنا هي أسألة القبر السؤال الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع نعم المترجم Jeżeli كنت الأصول قرب story المترجم تثير قرب من هي الأصول القربية القربية كتابة يقول كتابة في 5 يرى كتابة في 5 يرى الأول نعم 4 ميسلا 3 ميسلا 3 أساسين شرح المسائل الاربع ثم المسائل الثلاث ثم المسائل الثلاث ثم لماذا ندرس التوحيد ثم شرح الوصول الثلاثة ثم الخاتم طيب إذا نبدأ الآن بالدرس الأول الدرس الأول في ماذا يكون نعم قلنا لا أحد يتكلم إلا برفع نسبة نعم ما هو الدرس الأول ثم مثلا المسائل الأربع الدرس الأول إذن في المسائل الأربع ما هي المسائل الأربع أو ما الدليل على المسائل الأربع سورة العصر dado sun سورة العصر فيها العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه المسائل الأربع. نتعلم أولا ثم إذا تعلمنا نعمل ثم إذا عملنا ندعو ونصبر على العلم والعمل والدعوة. نعم. السورة العلمية الفرق والدعوة والدعوة والمسائل الأربع الاب messingتربر. أن تعلم أولا ون Enough. الآن Blood And ifuteurGroupنا نعمل مح thirtyún , نعم العملي وإذا عملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به ونصبر على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر نعم من يحيد شعرف هذا الأرواح من الأرواح من الأرواح من أنبر لإذاكاً بردة القبر وأسئلة القبر نعم من يحيد هذه المسائلة الأربعة مع الدلين؟ من الدلين ، هذه المسائلة الأرواح من الواحية نعم نعم لابد أولا من العلم ثم نعمل بهذا العلم ثم الدعوة إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به ثم نصبر على ماذا هم إلمه هم أمله هم دابته نعم أغلقته أنت أنا أشيخ يسجل كل هذه 8 دقائق فقط طيب نكتفي بهذا المقدار يعني نرتاح مدة 15 دقائق ثم نكمل المهم الآن هم إذا أرادوا يكتبوا يكتبوا الآن هي هذه الفترة نبههم على هذا نبههم على هذا